موسيقى النشرة والاقتصادية من قناة الأخبار المغربية اهلا وسلام بكم بداية انهت بورسة الداري البيضاء تدولتها اليوم الأربعاء على وقع الأخضر حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي ربحان بنسبة 0.63% ليستكر بذلك عند 14.2882 نقطة من جانبه سجل مؤشر مازي 20 الذي يعكس وداء 20 مقاولة مدرجة بالبورسة ارتفاعا بنسبة 0.52% إلى 1154 نقطة فيما سجل مؤشر مازي اس جي مؤشر المقاولة الحاصلة على أفضل تصنيف تقدما بنسبة 0.65% أكد رئيس الحكومة عزيز أخ النوشة اليوم الأربعاء أن تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل وأوضح السيدة خنوشة في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجية أن الرقم نتا توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب سواء كانوا من فئة حاملية الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محطة مشاورات موسعة حيث عملت الحكومة على إشراك الفعيل الرئيسيين في مجال الرقم لتدارس مضامينها سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني مبرزا أنه تم عقد على وجه الخصوص الشماعين للجنة وطنية للتنمية الرقمية وهو ما مكن من الوصول إلى سيغة مشتركة للتوشهات العامة لإستراتيجية المغرب الرقمية 2030 تراجع تسعر النفط اليوم الأربع وسط تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد بما يكفي لزيادة نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام بالعالم وتراجعت العقد الآجلة لخام بيرنت 17 سنة أو 0.2% إلى 75 دولار للبرميل كما خسر خام غرب تكساس الوسطى الأمريكي 24 سنة ليسجل بذلك 71 دولار للبرميل وصل المعدن الأصفر سعوده اليوم الأربع بدعم من تراجع الدولار وترقب خفض المزيد من الفائدة الأمريكية وارتفع الذهب في المعاملة الفورية بـ 0.2% إلى 2661 دولار للأوقية وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670 دولار وصعدت العقد الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.3% إلى 2686 دولار للأوقية وانخفض الدولار بنسبة 0.2% وهو ما يشعل سبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى نهاية والنشر الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في مجزل أهم الأنباء شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة